خلوني هستأذنكم ان احنا نبدأ بس الاول بانه لازم 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 نهني وحوش كورت اليد في مصر وحوش كورت اليد في مصر اللي كسبه النهاردة 31-26 طب كسبه مين؟ كسبه الالمان القصة بالنسبة لي ماشي بقى دور الثمانية او دور الاربعة نصف نهائي يعني شوف انا من الناس بتاعت اللي يكسب الالمان ده يبقى عدة خد بالك انو الالمان من حوالي اسبوع كانوا كتبين تويتة كده لطيفة على ان هما بيستعدوا اتم الاستعداد لانا عندهم تخوف من مقابلة الفراعنة هتيجي تقول انت بتبالغ اقولك والله ما اللي كانوا كتبين مش انا اللي كاتب الحوافريت انا لا الحوافريت الالماني هو اللي كان كاتب كده ده واحد اتنين طيب ليه الالمان كانوا كتبين كده من حوالي اسبوع؟ حلو؟ ليه لأنه تاريخ كورت اليد في مصر وتاريخ فرق اليد في مصر الحقيقة تاريخ مشرف فرقة من أجمد ومن أقوى فرق اليد في العالم صحيح عانت في بعض الأمور زي ما حاجات كتير في البلد عانينا شويتين لكن لما توفرت الظروف الكويسة لو تفتكر ما كنت بكلمك على مسألة توفر الظروف وما فيش داعة تقعد طول الوقت تسلخ والأداء لم يكن على مستوى الطموحات لما تتوفر الظروف الكويسة وفريق متأس الصح مدربينه صح إداراته صح ما شاء الله ما شاء الله حققه 31-26 دي نتيجة محترمة وقدام مين قدام الألمان وبالتالي أنا أقدر هنا أقول لفريق الوحوش المصري دا اللي غلب الألمان هيعدي وهيجيب البطولة يعني هيجيب لنا الميدالية دا بمية في المية بإذن الله سبحانه وتعالى اللي يغلب الألمانة جماعة أنت بتكلم على خلي بالك الألمان دول شطر تقريبا في كل حاجة ما فيش حاجة في الدنيا بيقف بتقف قدامهم يعني شغالين في أي حاجة ما كان بيلعبوا كرة قدم زي الجن سبحين زي الجن كرة يد زي الجن حاجة عظمة طبعا دا بغلاف الصناعة الألمانية الاقتصاد الألماني الناس دي مش سهلة المصريين عرفوا حققوا نتيجة أنا منتظر بإذن الله النتائج اللي جاية تبقى أحسن ومنتظر فعلا إن إحنا الفريق بتاعنا يرجع مصر وهو متربع بإذن الله سبحانه وتعالى على الأرش